اهلا بكم ما زارت الازمة السياسية في العراق في حالة تفاقم وتصعيد بعد دعوة مقتدى الصدر القضاء إلى حل البرلمان في ظرف أسبوع ما دفع لإطار التنسيقي للميليشيات إلى تجميع أنصاره مجددا للتظاهر قرب المنطقة الخضراء التي يعتصم فيها أنصار الصدر للأسبوع الثاني على التوالي كما طالب الصدر القضاء برفض الضغوطات التي تمارس عليها عدد من نواب الدورة البرلمانية الحالية ذهبوا إلى أن البرلمان فعلا يعد فاقدا للشرعية الدستورية بسبب التجاوزات الصريحة على الفترات الدستورية فيما يخص استكمال استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة وبالتالي فلا مناص من حله والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة للخروج من هذا الجمود السياسي الذي أوجده صراع الصدر مع شركائه السابقين في إطار الميليشيات والمسارات المتوقعة التي قد يسلكها طرف الأزمة الحالية الصدر وإطار الميليشيات في ضوء لغة المواجهة والتهديد وتحشيد أنصارهما في الشارع التصعيد المستمر في الصراع القائم بين الصدر وقوى إطار الميليشيات وأفاق احتدام المواجهة بينهما في الفترة القادمة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية إلى أين ستنتهي استعراضات القوة في الشوارع بين مقتد الصدر وقوى إطار الميليشيات التنسيقي وهذا العناد بين الطرفين الأزمة وهل ستنجح محاولات الصدر الزجب بعناصر أخرى في الأزمة الحالية كالقضاء وطلب الدعم الشعبي له أي للصدر في الضغط على إطار الميليشيات وهل أصبح المشهد السياسي الحالي في العراق مختزلا فقط بالصدر وقوى إطار الميليشيات ولا ثالث سوهما وكيف يمكن إصلاح النظام السياسي المكون بالأساس من قوى طائفية وميليشياوية غير إصلاحية وليس في تفكيرها أي مقومات جدية للإصلاح الحقيقي ضيوف الطاولة رافع الفلاحي مثن عبد الله كلاهما يجر الحبل من طرفه وغير مستعد أن يرخيه في مسرح الصراع السياسي في العراق الحديث هنا عن التيار الصدري والإطار التنسيقي وأزمتهما المستمرة منذ عشرة أشهر دون مؤشرات توافق أو تهديئة مرتقبة وفي خطوة أكثر تصعيدا يحاول الصدر حشد أطراف جديدة إلى جانبه فوجه طلبا للقضاء بالتدخل لحل البرلمان وتكليف برهم صالح بإجراء انتخابات جديدة وهذا ما لا يريد له الإطار التنسيقي أن يتم بالطريقة التي توافق متطلبات الصدر السياسية وبناء على ذلك يستمر مراثون الاتصامات والتظاهرات بين أنصار الطرفين وسط محاولة الصدر استمالة أنصار الإطار التنسيقي عبر دعوتهم بشكل مباشر إلى انضمام لصفوفه وترك قياداتهم اللافت في التصعيد بين الطرفين كذلك حديث خطيب الجمعة التابع للتيار الصدري عندما ذكر قوى الإطار التنسيقي بميليشيات جيش المهدي والسرايا والأراضي التي تسيطر عليها في إشارة واضحة إلى استعدادهم للدخول في أي مواجهة عسكرية محتملة أزمة العراق السياسية لا تقتصر على الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وإنما تتوسع لتشمل النظام السياسي القائم بشكل عام بما فيه الأحزاب التي حولت البلاد إلى بؤرة توتر لم يعد ضرارها مقتصرا على الجغرافية العراقية بل تجاوزتها إلى المستوى الإقليمي وبات إنهاء هذه العملية السياسية مسألة أمن إقليمي وعربي فضلا عن هدف شعبي عراقي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في التسعيد المستمر في الصراع القائم بين الصدر وقوى إطار الميليشيات التنسيقي وآفاق احتدام المواجهة مع انعدام أي فرصة للحل وإنهاء هذه الأزمة ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور مطنى عبدالله أستاذ العلاقات الدولية أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين عياكم الله ونبدأ مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هذه الأزمة المشتعلة والمستعرة بين الصدر وبين شركائه السابقين في البيت الطائفي الآن في الإطار التنسيقي في تسعيد هناك لغة للتحشيد لغة مواجهة لغة تهديد مع عناد كل طرف وتمسكه بمواقفه ما المسارات المتوقعة لهذه الأزمة ومسارات لسلوك هذه الأطراف في المرحلة القادمة بسم الله الرحمن الرحيم وحييك سيد ماجد وحيي ضيفك الكريم الدكتور رافع الدكتور مطنى عبدالله آمن الحقيقة لا يمكن بأي شكل من الإشكال أن تحكم عن المسارات أن تحدد المسارات والتفكير التي تفكر بها كل قوى العملية السياسية منذ عام 2003 لحد الآن هذه القوى عندما جاءت للعراق بعد الاحتلال لحد الآن لديها قرارات مرسومة استراتيجية من الخارج أن تكون هناك فوضى نكون هناك طائفية نكون هناك تمزيق تدمير للعراق هذه قرارات استراتيجية أما كل القرارات الداخلية الصغيرة التي تتخذونها قرارات عشوائية ارتجالية فوضوية حقيقة يعني عندما تسألني يعني قامت مقتضى الصدر سماها ثورة عندما خرجوا أتباعها وعبروا الجسر الجمهوري ودخلوا إلى المنطقة الخضراء سماها ثورة والثورة بالمفهوم الطبيعي بالمفهوم المنطقي بالمفهوم السياسي ثورة لها أداف مخطط لها لها خطوات محسوبة تتابع وتحقق أهداف معينة هل حصل هذا؟ الواضح هي خطوات ارتجالية ليس أكثر إلى عين ستذهب لا ندري لأن في كل لحظة هناك رأي جديد وهناك توجه جديد خلال هذه الفترة شهدنا تظاهرات وتظاهرات مقابلة الكل يريد أن يثبت أنه هو الأقوى في الشارع يريد أن يثبت مكانته في الشارع وبالتالي من يدفع الثمن هو الشعب العراقي من يدفع الثمن هو العراق لكن عودة مرة أخرى سؤالك حضرتك تسأل ما هي المسارات؟ وين متوقع؟ لا أدري ولا يمكن لأي متابع لأي محلل لأي مراقبة أن يقول لك لأنه مهما توقع ستكون النتائج عكسية لكن بالنتيجة العامة أنها لن تفضي إلى شيء الوضع سيقى مثل ما هو عليه وأضاعهم هؤلاء هذه الخطوات ارتجالية لأنه عندما تقرأ الآن يريدون أن يذهبوا إلى القضاء إلى المحكمة الاتحادية لكي تحكم في قضية إنهاء البرلمان وإعادة انتخابات طيب أنت في ثورة خرجت في ثورة أنت كل شيء محسوب والقضية محسوبة يفترض محسوبة هكذا عندما طلب من أتباعين يستقيلوا من البرلمان 73 نواب نواب استقالوا من البرلمان نعم طيب الآن عندما تنظر قدموا عرائض أو طلبات للنواب السابقين اللي هم الآن منواب قدموا عرائض أو طلبات إلى المحكمة الاتحادية لإنهاء عمل البرلمان و ودعوا انتخابات مبكرة انتخابات جديدة هؤلاء لا يشكلون شيء هؤلاء مواطنين عاديين الآن هؤلاء ليسوا نواب في دستورك هذا الكسيح هناك نواب وهناك من يستطيعونها كآليات لإنهاء عمل عمل مجلس النواب مدد الدستورية تجاوزتها وتجاوزتها هم لا يحترمون الدستور وهذا الدستور مطاط قلناها أكثر من مرة نعم يستخدمونه يستخدمونه مثل ما تريد مصالحهم إذا أخذهم مصالحهم يستخدموا يلبسوه لكن مع ذلك أقول مرة أخرى عندما تذهب ولنفترض أنه تحققت هذه القضية وانتهى عمل مجلس النواب و جئنا للانتخابات ما هي الثورة تقول وقالها من البداية مختد الصدر أنه هناك قانون انتخابات جديد وعملية سياسية يجب أن تنهى بهذا الشكل طيب قانون الانتخاب الجديد من سيوافق عليه يعني من سيشرعه إذا كان مجلس النواب الحالي قد انتهى عمله كيف ستشرع قانون جديد للانتخابات هل ستذهب إلى نفس القانون القديم لكي يعني تستخدمه في إجراء انتخابات جديدة إذن ما الحال الذي تغير ما أنت قلت يجب أن يكون هناك قانون انتخاب وآليات جديدة للانتخاب ما هذه يعني من سيشرعها إذا كان مجلس النواب قد انتهى مجلس النواب الحالي قد انتهى إذن الخطوات غير محسوبة ذلك أنا أقول فوضوية واضح فيها جهل فيها ارتجالية والحكم عليها حكم يعني ربما غير صائب أن نحكم عليها وين ذهبها مساراتهم لكن بالشكل العام هي لن تؤدي إلى شيء حكم هذا الفوضى لن يؤدي إلى فوضى أكبر وانتهاك لكل حقوق العراقية نتحدث عن أداة أخرى تستخدم الآن بين طرفي الأزمة نتحول إلى ضيفنا في باريس دكتور مطنى عبد الله مساء الخير دكتور مساء نور الآن دكتور واحد من أبرز أدوات الصراع الآن بين الصدر والشركاء بالعملية السياسية لحد الآن طبعاً بغض النظر عن ما يسمى بالمسارات الدستورية الآن الشارع تحشيد الأنصار تحشيد الأنصار الصدر الآن الآن عواجل يدعو أنصاراً لمليونية جديدة وفي المقابل إطار الميليشيات أيضاً أخرج التظاهرات وكل يدعي أن الشرعية معه أن الشارع معه هذا الاستعراض للقوة عبر الشارع الأداتي طبعاً الشارع الآن التظاهرات التي تخرج يعني باللباس شارع لكن أنصار ميليشيات في الحقيقة إلى أين سينتهي هل سيكون قوة فاعلة حقيقة بيد كل طرف ليزيح الطرف الآخر ويستحوذ على المشهد يعني تحياتي للجميع وسعيد أن أشارككم في هذا النقاش أهلاً وسعلاً يعني دعني أقول بأنه يعني تولى زمن ماضي كانت فيه السياسة والعمل السياسي بالحقيقة مهنة للخدمة وفعلاً اجتماعياً ينهض به رجال ذبوا مشروع للتغيير إصلاحي أو جذري نعم اليوم الظاهرة العامة يعني في عموم المنطقة وفي العراق خاصة باتت السياسة والعمل السياسي تعوج باللصوص والعملاء والفاسدين كلهم يخاطبون الناس من أجل التحشيد والتجييش لقضاء أعمال مرحلية وليست منهجية إلى الحد أن الناس كفروا باليقين الذي كانوا يعتصمون به من أن السياسي يمكن المراهنة عليه لإنقاذهم من حطام الحياة أو المجتمع الذي يعيشون فيه يعني أعتقد يبدو واضحاً أن المشهد السياسي العراقي لم يتغير وأن الأمر ما زال يعتمد على الجوانب الشخصية لو نظرنا اليوم إلى المشهد كله لا نجد فيه أي ملمحاً لمصلحة العراق لمصلحة العراقيين وإنما نجد فيه تكسير إرادات وصرع إرادات بدون الأخذ بنظر الاعتبار العوامل الأخرى وما زال الجميع لا يعترفون بأنه السياسة فعل اجتماعي يسعى القائمين به لخدمة الوطن ومواطن بل ينظرون إليه على أنه استحقاقاً ومكرمة لذلك تشكل لدى زعامة التيار الصدري اعتقاد بأنه الممثل الشرعي والوحيد العراقيين في الداخل وأن القوة الأخرى المقابلة له هي قوة تشكلت في الخارج وبالتالي يعتقد التيار الصدري بأن له الأفضلية على الآخرين في السلطة وفي الحكوم وفي الاستبداد وفي السيطرة على كل وسائل القوة الخشنة والمرنة للدولة العراقية وهذا في الحقيقة كان صراع كامن لفترة طويلة منذ عام 2005 ولحد الآن اليوم أصبح الصدر يعتقد بأنه هو صانع الملوك في العراق والدليل على ذلك أنه هو فاز بالأغلبية البلمانية وحصل على 73 مقعد بالبلمانية لكن الطرف الآخر دكتور لماذا يعتقد هو الواقع الحقيقة يدعم هذا الاعتقاد إن اعتقد فعلا الحقيقة كل أوراق اللعبة الآن موجودة في العراق هي بيد الصدر 75 مقعد لنوابه في البرلمان يستطيع أن يحرك كذا ألف في الشارع الآن حذب الشارع هو القوة الآن تحرك شارع لديه أيضا ميليشيات إن قضية إذا انزلقت إلى مواجهة مسلحة لديه ميليشيات مدججة بالسلاح فهذا الاعتقاد يعززه الواقع الواقع العراقي الآن شاد طبيعي هذه قضية أخرى تفضل يعني اعتقد يعني أنا في الحقيقة لي زاوية نظر أخرى أنا لا اعتقد بينه هو رجل الرجل للمرحلة ممكن أن يكون رجل جزء من الشارع يعني ما نراه اليوم في الحقيقة ليس الشارع كله نعم هناك أغلبية لا تشترك بهذا الصراع الرث في المشهد العراقي نعم إذا كان هو يمثلك جزء من الشارع فأن غرماءه في البيت السياسي الشيعي يمتلكون القوة الصلبة والخشنة للدولة العراقية يجب أن نتذكر بأنه عندما جاء الاحتلال وقلب كل مؤسسات الدولة ووزارات الدولة وأعاد هيكلتها القوة الأخرى الغريمة له في البيت السياسي الشيعي هي من تولت السلطة في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية في كل وزارات العراقية لو بحثت اليوم عن سلم الوظيفة في الوزارات العراقية تجد من يتبوؤون المناصب الأولى والثانية والثالثة ويمكن حتى الرابعة هم أتباع المالكي وأتباع الحكيم وأتباع العامري وأتباعه إذن هذا الامتلاك للقوة الصلبة يعطيهم ورقة سياسية ويعطيهم حتى ورقة قانونية لذلك اليوم هم تراهم يتمسكون بموضوعة الدستور بموضوعة أن ما يفعله الصدر هو مخالف للنظام السياسي ومخالف للعرف السياسي ومخالف له هذه الإشكالية الكبرى لكن عندما نعود للنظر إلى أسباب سحب استقالات التيار الصدري أنا أعتقد بأنه الصدر لم يكن جدا في هذه الخطوة لذلك رأيناه أنه هو طلب استقالات نوابه وإبقائها معه لأنه كان يعتقد بأن الأطراف الأخرى وأطراف تقليمية سوف تأتي تتوسل به لكي يعود مرة ثانية لكنه عندما وجد عدم اهتمام بهذه الخطوة سحب أخذ الاستقالات وراهن على الشارع إذن اليوم نحن أمام معسكرين معسكرين راهن على الشارع جزء من الشارع وليس الشارع ومعسكرين آخر يقاوم بوسائل السلطة المادية والمعنوية أيضا يجب أن نؤكد على أنه ما يقوله الصدر من ثورة وهذا الكلام الفارق هو هؤلاء أتباعه يخرجون بتغريدة ويعودون إلى مساكنهم بتغريدة إذن الثورة هي التي تقوم بها الجماهير وتكون مدفوعة بفكرة وتكون مدفوعة بصورة جديدة للمجتمع لديها رؤية وليس خروج الناس بتغريدة وعودتهم بتغريدة دكتور رافع الحقيقة من ضمن محاولات الصدر في تعزيز موقعه في تسجيل نقاط على خصومة وإظهار بمظهر أنه الأقرب إلى هموم الوطن هو محاولة لخلط الأوراق أو الزج بعناصر أخرى في هذا الصراء وإحراج هذه العناصر إن لم تسانده يعني مثلا طلب من القضاء إلغاء البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة يطلب طلب شعبي من خارج أنصارة بالتظاهر في كل المحافظات ما عدا بغداد والنجف تظاهرات ضد الفاسدين تظاهرات ضد الطائفيين وهذا الخطاب الذي نسمعه يعني يوميا هذا الاستقطاب أو الاستمالة من مقتدى الصدر هل سينجح بإضافة عناصر قوة لحراكه من خارج التيار الصدري حقيقة يعني أو إحراج القضاء نعم هي جزء مما تحدثنا به سابقا قلنا أن الخطوات هي ارتجالية ولا يمكن أن تكون محسوبة وأن تكون مدققة تكون قد أشبعت بعثا وتمحيصا لكي تطرح كخطوات متتابعة لتنفيذ وصول إلى هدف معين الحقيقة كل الخطوات ارتجالية ووصولا إلى القضاء وتحدثنا بها قبل قليل لا يمكن الوصول بهذه الطريقة يعني تطلب من نواب أنت مستقلين هم أفراد عادية من الشعب ليسوا نوابا الآن تطلب منهم أن يقدمون طلبات بسرعة لا يمكن قبولها حتى هذه الطلبات ونفترض وقلت لك نفترض حتى لو حصلت هذه العملية طيب ما الشعارات التي قلتها أنت في البداية في أول بيان هذا البيان رقم واحد اللي تحدثت عنه البيان رقم واحد للثورة ما يسمونه ثورة يعني هذا البيان رقم واحد قال العملية السياسية يجب تبديلها والانتخابات يجب أن نبدلها قانونا وآليات طيب أنت ما قادر أن تغيرها لأنه حتى مجلس النواب عطلته وانتهت وانتهى يعني ذهب وستنتخب مجلس نواب جديد على ماذا ستنتخبه بنفس القانون الجديد بنفس القوانين الجديد طيب وما هي البيئة التي يعني يمكن أن تفرز انتخابات جديدة بشكل آخر بنفس آخر ونزيهة وتخرج يعني الوجه الحقيقي العراق مثلما تدعي في خطاباتك وتغريداتك ما هي إذا كان السلاح المنفلت ما زال في الشارع إذا كان المليشيات هي المتحكمة نفسها إذا كانت نفس الأعزاب الفاسدة التي تسميها فاسدة موجودة على الشارع وانت جزء من عدهم كنت جزء من عدهم طوال العشرين سنة الماضية وكانت لديك وزارات وكانت لديك مناصب وما زالت هذه القضية إذن الشعب حتى تقنع يخرج معك يجب أن تغير السياسة كلها لاتجاه الآخر يجب أن تكون هناك ثورة حقيقية والثورة الحقيقية الشعب راقب هذا الشعب ليس غبيا حش الشعب العراقي الشعب واعي ويعرف ومنسوب وعية يرتفع مع كل هذه المصائب التي حلت بالعراق من عام 2003 لحد الآن وعية يرتفع وما حدث في تشرين عام 2017 يدلل على هذا الموضوع يراقب هذا الموضوع طيب إذا كانت هذه الثورة وإن ماضية وإن أهدافها الثورة يجب أن تنجز خطواتها بسرعة وتنهي وتوقف حتى قدرة الأطراف المعاكسة لها والمضادة لها من أن تتحرك هل حصل هذا ما يحصل الآن وكأنه تسكيل الوضع وانتظار الطرف الآخر ماذا سيقول ورد فعله وفعله وبالتالي أنت تصل إلى نتيجة واحدة أنه كل هذا الذي يحدث هناك قوى مسيطرة عليه هناك قوى لا تريد أنت الآن تنظر إلى الوضع كل الأطراف لديها ميليشيات وكلها مسلحة وكل السلاح بيذه وكل الأحاديث التي تسمعها أحاديث تهديد قوية جدا جدا وأحاديث تنكيل بالآخر اتهمهم بالفساد والخراب وتخريب العراق وهم يتهمونه بنفس الشكل وهم يعني ليس لديهم وطنية وليس انتماء بالوطن هذا كل هذا قد يؤدي إلى الصراع يفترض هكذا المنطق يقول يجب أن يتقاتلوا في الشارع ويجب أنه في أي مكان حتى إذا ليس في بغداد في المحافظات يجب أن يكون هناك التماس للقتال هل يحدث هذا؟ لم يحدث لماذا؟ هناك ضابط خارجي يعني يضبط الأمور بشكل قوي وهو إيران وهناك لديها ملف تناقشه مع أمريكا ملف النووي نعم إذا ما مضى في طريقه فهناك تصرف آخر إذا لم يمضي في طريقه فهناك تصرف أخرى وجزء مما حصل يوم أمس أو قبله عندما خرجوا التنسيقيات ووصلوا إلى الجسر المعلق والآن اعتصموا هذا جزء من من أوامر إيرانية الآن جدت وتمسك بقاء العملية السياسية مثل ما هي بقاء البرلمان مثل ما هو الانتخابات مثلها الآن نريد انتخابات هذا جزء من خطاب جديد جديد وقوي لواجهة الصدر اسمحنا دكتور نتحدث عن المشهد في العراق والعملية السياسية كيف أنها اختزلت بطرفين فقط الصدر وإطار الميليشيات والآخرون غائبون أو مغيبون نتوقف عند هذا الفاصل القصير بالاستئدان طبعا من الضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام نعود بعد الفاصل لإكمال نقاش حلقة الليلة من طاولة حوار بقاء معنا مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثين على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال بثين على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في التصعيد المستمر في الصراع والمواجهة بين الصدر وإطار الميليشيات التنسيقي ضيفاء الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور مثنى عبدالله دكتور مثنى هذه العملية السياسية وكأنها انتهت أو اختزلت بطرفين لا ثالثة لهما الصدر وإطار الميليشيات هذه العملية التي بشر بها على أنها نظام ديمقراطي في المنطقة التي تعج وتكتط بالدكتوريات والاستبدال انتهى بها إلى أنها عملية سياسية لطرفين ميليشيويين والآخرون غائبون أو مغيبون أين الآخرون؟ الأركان الأخرى الأكراد القوى السنية كأنها مختزلة بالصدر وإطار الميليشيات فقط يعني منذ البداية كان المحتل يراهن على هذا المشهد في الحقيقة لذلك هو أعطى يعني لأول مرة بالتاريخ العراق أعطى للطائفة وظيفة سياسية وللأثنية وظيفة سياسية وبالتالي أصبحنا نرى بأنه هناك طائفة طائفة لها الغالبية ويجب أن تحكم وطواف أخرى ومكونات أخرى ليس لديها الغالبية وبالتالي يجب أن تكون محكومة هذا المشهد السياسي في الحقيقة ليس مفاجئ لماذا؟ لأنه أصلا كان المحتل يعمل على هذه التركيبة حتى قبل الغزو والإحتلال اليوم عندما أيضا عندما حضر إلى المشهد السياسي هؤلاء كان منهجهم الرئيسي أنه الأقصى والتهميش وعدم إفساح المجال لأي قوى أخرى موجودة على أرض الواقعي العراقي وبالتالي كما قلنا بأنهم تلكوا كل مقاومات الدولة وكل مقاومات السلطة وباتوا يضطهدون ويفرضون شروطهم على الآخرين إلى الحد أنه بدأوا حتى يتكلمون مع المعارضين في خارج العراق وحتى الأمريكان بدأوا يتكلمون مع المعارضين العراقيين في خارج العراق ويقولون لهم بصراحة تامة أن كنتم تريدون العودة إلى العملية السياسية وعدم مناهضتها فنحن من سيضمن لكم المقاعد الفلمانية ويضمن لكم المناصب الوزارية إذن انتهى في الحقيقة الآخر يعني هناك مشهد في العراق هو نهاية الآخر أصبح هناك مشهد قائم على أساس البيت السياسي الشيعي فقط الأكراد لهم مضعهم الخاص وهم أخذوا ركنا من السياسة العراقية وابتعدوا عن المركز لكنه البيت السياسي الشيعي بقي على الرغم من التنقبات الداخلية فيه كانت هناك إرادات إقليمية وإرادات دولية أيضا على محاولة جعله متماسكا محاولة ظهاره متماسكا لكنه نظرنا إلى حقيقة البيت السياسي الشيعي منذ البداية وحتى اليوم كان يعج بالتناقضات لكنه كان هناك تقسيم للغنيمة تقسيم للكعكة على جميع الأطراف وبالتالي أصبح أقناع لهذا الطرف وأقناع لذلك الطرف أيضا مسك ملفات على هذا الطرف وتهديد الطرف الآخر طيب دكتور ما الذي يمنع أن تصل الأمور في هذا البيت السياسي الشيعي إلى المعادلة الصفرية أن طرفي الأزمة يصفر الطرف الآخر ويستحوذ أو يستفرد بالمشهد كما صارت العملية السياسية تصفر أركانها الواحد تلو الآخر يعني على الأقل لناحية القوة الصلدة موجودين جماعة الآخرين بمكملين ديكور ما الذي يمنع أن الصدر أو الإطار ينهي ويزيح الطرف الآخر هذا المشهد موجود في الحقيقة موجود في يعني في الداكرة يعني أحيلك على على مشهد المعادلة الصفرية كما تقول أنت في الثمانيات القرن الماضي في لبنان عندما تصارع حزب الله وحركة أمل نعم وحصلت بينهم حرب داخلية شديدة وكان النصر في النهاية إلى حزب الله وهو الذي مسك خيوط اللعبة كلها وبالتالي أصبح حركة أمل تبعا له هذا المشهد ممكن أن يحدث أيضا في العراق لكنه هذا يعتمد في الحقيقة على القوة الضامنة على الحاضنين الأقليميين والدوليين هل وصلوا إلى نتيجة بأنه لا يمكن الحل إلا بتصفية طرف على حساب طرف آخر أو ما زال هناك مجال من الوقت للوصول إلى هذا الموضوع هذا لا يمكن تحديده في الوقت الحاضر ماشي أشكرك دكتور رافع راح أقتبس لك قضيتين الأولى أنه قائد بالتيار الصدري قيادي قال أنه كان هناك مقترح من الإطار التنسيقي أن يكون هناك حكومة أو رئيس توافقي يعني ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي يشكل حكومة وتجري الانتخابات المبكرة والتيار يقول أنه قد رفض رفض هذا العرض لأنه لا يلبي المطالب الشعبية خطيب الجمعة الصدري في الجمعة الموحدة في القضراء يقول وسأنقل بالنص أن هذه الثورة هي بارقة الأمر الأخيرة وفرصة الإنقاذ إنقاذ العراق من الفساد وتصحيح مسار العملية السياسية ورسم ملامح الوضع السياسي القادم للعراق من خلال عملية ديمقراطية سليمة وثورية وصحيحة هذا كلام كبير هذا هدف التيار الصدري يعني قبل هذا قبل ما أجيبك على هذا أريد فقط أضيف على ما قال الدكتور مثل أنه وسألت حوله يعني لماذا لا يذهبوني للمعادلة الصفرية نعم واحد من الأطرافه يسأل لي على كل شيء وتنتهي القضية نعم الطرف الضابط لا يرضى بهذا الموضوع سمى الضامن الدكتور مثلنا قال أنه نعم صحيح إيران لا تقبل بهذا لسبب التالي إيران تريد أكثر من رأس في البيت الشيعي نعم هو البيت الشيعي نفسه يحكم لكن فيه أكثر من رأس لو كان ووكد لك لو كان بدل الصدر هذا لو ما قام بهذه الحركة نوري المالكي وهو المقرب من إيران والمعروف لو قام بهذه الحركة لو وقفت ضده إيران بهذه الطريقة أيضا لدفعت بالصدر والجماعة وسوى إطار تنسيقي آخر ضد نور المالكي القضية لا يقبلون برأس واحد دكتور في التسريبات ذكر المالكي أن الإيرانيين كانوا يزودون الصدر بصواريخ ذكية لضرب القوات عندما كان هو رئيس الحكومة نعم إيران تقبل برؤوس عديدة إذا ما أي واحد منهم مال باتجاه آخر وبسياسة لا تعجب لديها أطراف ثلاثة أربعة أخرى تستطيع أن تتحكم بها وتستطيع أن توقف هذا وتوقف وتبقى العملية السياسية على مساره ويبقى هذا ما يسمى ببيت الشيعي في مساره وفي وضعيته وكل هذه الرؤوس تبقى في حاجة مستمرة لإيران نعم لكن أن يبقى رأس واحد مقتد الصدر حتى لو كان موالي لإيران لكن في لحظة انقلابه على هذا الوضع ممكن أن نعرضهم لخطر كبير وهذا ما يريدوني أغامرهم به هذا واحد الثاني سؤالك حضرتك مرة أخرى أقول لك أن كل خطواتهم هذه عشوائية وارتجالية يعني خطاب خطيبة جمعة جماعة مقتد الصدر وتصريحات الشخص الذي قال أنه قبلها كنا نسمع تصريح آخر يقول أنه لو لو لدينا مقترح والتيار الصدري سكت عنه لم ينفيه لذلك فهو أكيد قالوا يعني التيار الصدري يقترح أنه أم لا يشاركون لا يشارك مقتد الصدر ولو تشارك دولة القانون بمعنى نوري المالكي وتشكل حكومة توافقية بين بين الإطار وبين الآخرين تشكل حكومة بهذه الطريقة ويعني تمضي الأمور صلاحات بسيطة وتمضي إذا عدنا إلى ما بدأنا به إذا ما كان حاضراً هو من البداية حكومة توافقية بين الأثنين ما القضية إذن أن تتعود مرة أخرى بكل الخطابات التي تسمعها هناك صراع بين جزئين من هذا الذي يسمى بيت الشيعي للاستحواذ والقيادة هم لا يرفضون العملية السياسية هذه كذبة العملية السياسية لأنه في أول بيان سمعنا العملية السياسية يريدوني غيروها الآن لا أحد يتحدث عن العملية السياسية العملية السياسية بكل طائفيتها بكل المحاصصات التي بها وهذه مؤسسة وقائمة وبها حقوق للآخرين وأحزاب طيب هذه الأحزاب وإن تذهب أمريكا ش تقول وإيران ش تقول هذه كلها ما لاحزابات لذلك خالوها في بيان الأول وتنازلوا عنها لا أحد يذكره الآن إصلاحات في العملية السياسية إصلاحات في الدستور وليس تغيير الدستور والشعب العراقي اللي أكثر من 85% لم يشارك في آخر الانتخابات يريد تغيير كل هذه المعادلة يريد تغيير العملية السياسية وتغيير الدستور والتغيير شكل والإصلاح شكل هذا الإصلاح يتحدثون عنه لذلك نؤجل الإصلاح لأنه لدينا نقطة نناقشها إن شاء الله أنا قشها وياك ويا دكتور مثنى دكتور مثنى يعني عطفا ورجوعا على ما قال خطيب التيار الصدري في الجمعة الموحدة أنه الحقيقة الغاية من هذه الثورة هو تصحيح مسار العملية السياسية ورسم ملامح وضع سياسي ديمقراطي عملية ديمقراطية حقيقية إذن ماذا كان يفعل هؤلاء في العشرين سنة في هذا النظام الديمقراطي الواعد الذي بشر به والذي سفكت يعني شلالات من الدماء لإقامته بعد عشرين سنة التيار الصدري أو قوى موجودة بالعملية السياسية تريد تأسيس أو ترسيخ عملية ديمقراطية جديدة يعني يجب أن نقول بأنه التيار الصدري لم يكن خلال السنوات الماضية كما هو عليه اليوم وهذا في الحقيقة المدماك الرئيسي له الذي أدى به إلى مصارعة الآخرين لم يكن يعتقد التيار الصدري بأنه يمكن أن يحوز على أغلبية برلمانية على 73 مقعد لذلك هو اليوم أصبح كما قلنا بأنه يعتقد نفسه بأنه صاحب يعني صانع الملوك في العرام هو طبعا ليس خطيب الجمعة للتيار الصدري التحدث عن موضوع تغيير النظام السياسي وأنه حتى هو مقتدى تحدث وقال بأنه طلب تغيير النظام السياسي برمته والدستور والانتخابات لكنه لم يطرح بديله لهذا التغيير الذي يدعو له أيضا هذا المطلب في الحقيقة يحتاج إلى عاملين رئيسيين لأنه أنت تتحدث عن هدم للكيان السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى اليوم إذن العاملين الرئيسيين الأول هو أما إعادة هيكلة النظام السياسي برمته كله أو التغيير الجذري لكل الواقع السياسي القائم لو طبقنا هاتين الآليتين لإنتاج ما يريده الصدر من تغيير كامل شامل لا يمكن لأي من هذه الأوامل أن تحقر لهم ما يريد لوجود إشكاليات دستورية وقانونية لن تسمح بالتغيير وفق رؤيته كما لا بد يعني دكتور اسمح لي في هذه النقطة هذه إشكالية يريد فهمها نفسف بها أكثر مقتر الصدر يدعو إلى هدم النظام السياسي بالكامل وتأسيس عليه أم أنه ما يدعو لنظام سياسي أو مسار سياسي لكن أيضا ضمن إطار العملية السياسية واشتراطاتها وضوابطها ومحدداتها الحقيقة نريد أن نفهم هذه الأشكالية لا لا هو كان تصريحا وآضح أنه هو يريد تغيير النظام السياسي نعم يعني أنت اليوم عندما تتحدث عن تغيير النظام السياسي بما معنى أنه تتحدث عن تغيير العملية السياسية كاملة بشكل كامل لكنه لم يعطي البديل يعني مجرد حديث لكنه لم يعطي لم يعطي البديل على هذا الموضوع يعني ملخء يعني أستطيع أن أقول بأنه يعني ملخص الصراع هو مكتد الصدر يريد الهيمنة على القرار الشيعي وعلى القرار السياسي هل سيقبل حلفاء الأكراد بتغيير العملية السياسية والدستور والحقيقة كان هذا أكبر مكسب للقوى الكردية العملية السياسية والدستور وما تضمن الدستور للأكراد في شمال العراق هل سيوافقون وهم حلفاء طبعا يعني أكون حلفاء من الأكراد وأكون حلفاء من السنة والحقيقة هو كان أيضا يعني هو تحدث عن أغلبية وطنية حكومة وطنية لكنه لكنه لو نظرت فعلا إلى تحالفه كانت تحالفه أيضا قائما على أساس طائفي وعلى أساس إثني لذلك أنا لا أعتقد بأنه قادر على الذهاب وحتى بقية الأطراف الأخرى المتعالفة معه لا يمكن أن تذهب إلى هذا الموضوع لذلك رأينا واضحا أنه عندما سحب نوابه من الفلمان بقية حلفائه كانوا يتناغمون مع الطرف الآخر الذي كانوا متعالفين ضده إذن يعني ما تقوم عليه العملية السياسية اليوم أنه يجب توزيع الكعكة بين الجميع أنا أعتقد بأنه هذا الموضوع في الحقيقة لا يحل لا سلطات تشريعية ولا سلطات تنفيذية ولا محكمة اتحادية ولا أي شيء يعني العملية السياسية وصلت إلى نهاية ليس لها مخرج سأسأل دكتور اسمعلي دكتور ممتاز جدا نقطة مهمة أسألك إن شاء الله في الدقائق الأخيرة هي مهمة جدا أطلاقا ما تطعين المجال لا لا أنطيك مجال صدقني أنطيك مجال والتي اليوم طالع من باريس أنطيك مجال دكتور جميعا يتحدثون عن إصلاح العملية السياسية إعارة العملية السياسية إلى مسارها مع كل أزمة يتصاعد ينبري يعلو صوت إصلاح العملية السياسية كيف يمكن إصلاح العملية السياسية وقواها وركائزها وأسسها قوى طائفية وميليشياوية تتصارع بالسلاح والسلاح الثقيل هذا الحديث له مصغون له مصدقون إصلاح العملية السياسية هذه العملية السياسية بعد عشرين عام تريد إصلاح من وجهة النظر العراقية الحقيقية هي العملية السياسية فيها خلال بنيوي ولا يمكن إصلاحها هي خلال بنيوي بها قائمة على محاصصات طائفية وعرقية ولا يمكن إصلاحها وتوزيعات وقائمة ويسند هادستور قائمة على المكونات لا يمكن وتحاصصوا ووزعوا بينهم المناصب والمساحات والقوى وحتى الأسلحة ووزعوها بينهم بالطريقة الأخرى والمناصب والقدرات والهيمنة والمناطق وحتى المدن وزعت بينهم بهذا الشكل خارطة حتى الخارطة الجغرافية وزعت بهذا الشكل هذه المدينة في الجنوب للتيار الصدري وتلك لحزب الدعوة وتلك لجماعة عمار الحكيم وهذه بهذا الشكل وحتى داخل المدينة الواحدة وزعوا الأحياء بهذا الشكل وزعت بهذه الطريقة فشعبيا عراقيا هذه العملية السياسية فيها خلال بنيوي لا يمكن اصلاحها تحتاج إلى تغيير تحتاج إلى حادلة ترفعها كلها وترميها في مكبات النفايات وحرقوها وتنتهي القضية حتى يعود العراق إلى واقع لكن كل هؤلاء الذين يعملون في العملية السياسية بكل تسمياتهم بكل ما يسمونهم من أحزاب وقوى شخصيات هؤلاء مجرد أجراء يرعون هذه العملية السياسية مجرد نواطير لهذه العملية عينوا بهذه الطريقة لكن يستفادون يأخذون مبالغ ويأخذون مناصب ويأخذون مكتسبات ورشاوة كبيرة جدا فصارت عندهم مكتسبات كبيرة ولا أنت الآن تسأل يعني كل هذه الحزاب التي دخلت منذ عام 2003 لحد الآن ماذا كانت تملك والآن ماذا تملك يعني ماذا يملك كان حزب الدعوة وماذا يملك الآن عمار الحكيم ماذا يملك تيار الصدري نفسه ماذا يملك والآن ماذا يملك فبالتالي أنت هؤلاء مكتسبات كبيرة لا يمكن أن يتغلوا هذه كلها من غلة ومخرجات العملية السياسية لذلك يحافظون على العملية السياسية لا يمكن لا يمكن هذا الحديث عن إصلاح ومأصلاح هذا كل مجرد مهمة ووظيفة للمحافظة على العملية السياسية من نواطير مكلفين بهذه المهمة موظفين في هذه المهمة نعم دكتور مثنى العملية السياسية بإجماع الإجماع الشعب الوطني المراقبين التقارير أنها دمرت البلد خلال 20 عام نشرت الطائفية تهجير قتل اغتيالات تغيب وما إلى ذلك انتهت العملية السياسية الآن خطر حتى على أركانها كانت خطر على أركان ثانويين وجرى خلال 20 سنة معروف الآن خطر على أركانها الرئيسيين الآن هذا السراع المحتدم بين الميليشيات بطرفي الصدر والإطار التنسيقي وهناك مخاوف من انزلاق المواجهة إلى مواجهة مسلحة وخطيب التيار الصدري ذكر بالميليشيات سرايا السلام وجيش المهدي وسيطرتهم ويعني قتالهم وما إلى ذلك خطر حتى على أركانها الرئيسيين لمصلحة من بقاء العمل لمصلحة من في العراق بقاء العملية السياسية الإبقاء عليها استمرارها العملية السياسية فجرت العراق وستنفجر أيضا على أصحابها وأركانها وقواها الرئيسيين يعني الإجابة بكل سهولة وكل بساطة العملية السياسية تفيد فاعلين في المجتمع الدولي أقول هذا بصراحة تامة هناك فاعلين دوليين يعتقدون بأن الشعب العراقي يجب أن يبقى يدفع ثمن الوصول للديمقراطية عندما تجلس معهم وتناقشهم يضربون لنا كأمثال كثير على دول أخرى ويقولون بأنه الديمقراطية لا يمكن أن يصبح الصباح وينتقل بلد ما من حكم غير ديمقراطية إلى حكم ديمقراطية إذن هم يعتقدون بأن هذا الثمن يجب أن يدفعه ويضربون دائما مثال على الثورة الفرنسية ويقولون الثورة الفرنسية بقى الشعب الفرنسي يدفع أثمان لمدة أكثر من عقد من الزمن إلى أن وصل إلى الحالة الديمقراطية أيضا العملية السياسية هي من صنع القوى الدولية وهذه القوى الدولية لازالت حتى هذا اليوم وحتى هذه اللحظة عندما يتحدثون معك ويتحدثون مع طرف آخر يقولون بأنه هو هذا الحل الوحيد لهذا البلد لماذا؟ لأنه هذا البلد يجب أن يخرج من يعني يخرج من الإطار القديم الذي كان فيه في المحيط اليوم هناك مراهنة على هذا البلد هذا البلد يجب أن يكون جائزة ترضية لقوى دولية لديها مشاكل مع قوى أقليمية عندما تتفق مع القوى الدولية سوف يذهب العراق كجائزة ترضية لهذه القوى الأقليمية وعندما تختلف معها وتتصارع معها سوف يبقى العراق ساحة للصراع لأنه لا يردون صراعا مباشرا هذه العملية السياسية من نظمها ومن ربط خيوطها ومن ما زال يتقف بها حتى هذه اللحظة هي قوى دولية والقوى الأقليمية هي التي استفادت من هذا الموضوع لذلك هناك التحشيد في الحقيقة دولي وأقليمي لإستمرارية هذا الصراع وهم يراهنون على هذا الصراع ويقولون يجب أن يستمر هذا الصراع لأنه يعتقدون بأنه العملية السياسية ستلفظ يقولون لك بهذه العبارة سوف تلفظ ناس كثيرين ويخرج من بينهم شخص ما هو اليقود العملية السياسية وهناك أشخاص كثيرين تتم المراهنة عليهم في داخل العملية السياسية لذلك دفعوا بحتى معارضين للعملية السياسية للدخول للعملية السياسية وجهات معروفة لكم ولي ثم اندثرت هذه الجهات دكتور تعتقد تعتقد هذه القوى الدولية من ضمن مراهناتها على مقتضى الصدر ممن سيخرج من بين ظهراني العملية السياسية فيقود هذه العملية الديمقراطية هل هناك توجه دولي؟ أستطيع أن أقول نعم هناك طرف دولي يراهن على هذا الموضوع بالذاته طيب بما يختلف مقتضى الصدر عن شركاء الآخرين أيضاً الكل ميليشيات والكل هم كانوا شركاء في هذه العملية السياسية وأوصلوا العراق وأوصلوا العملية السياسية وأوصلتهم العملية السياسية إلى هذه النقطة التي الآن نبحث فيها يختلف لأنه هو بحاجة إلى الزعامة السياسية والزعامة الشيعية وبالتالي من يعطيه هذه القوة إذن هو عندما يسعى للحصول على الزعامة الشيعية وعلى الزعامة السياسية هو بحاجة إلى قوة دولية حاضنة الآخرون كانوا محظونين من قبل هذه القوة الدولية لكنه باعوا ولاءاتهم إلى قوة أقليمية وبالتالي أصبحت المراهنة عليهم خاسرة اليوم هم يريدون يقولون لك نريد شخصاً فريش بهذه العبارة أنه ممكن لديه طموح زعامة وهذا الطموح الزعامة يرتفط بعمر قصير يعني ما زال شاباً ولديه شارع يمكن أن يقنع هذا الشارع وهو بحاجة إلى قوة أقليمية تدفعه إلى البروز وهذه القوة الدولية وهذه القوة الدولية قادرة على إعطائه هذه القوة دكتور مقتر الصدر هل سيصل إلى هذه النقطة يتحدث عنها ضيفنا دكتور مثنى الحلم بالزعامة في العراق بما لديه من أدوات شارع أنصار ميليشيات لديه 75 مقعد سيحقق هذه الزعامة يعني لا أعتقد هذا يعني ربما يوجد طرف تعتقد هذا خارجية لكن موهومة مثلما هي موهومة في أن هذا الوضع الفوضوي في العراق سيؤدي إلى الديمقراطية العراق يعني لا يتحرك أو الشعب العراقي أو كل هذه الفوضى لا تتحرك داخل فقاعة زجاجية من الزجاج المانع للرصاص هذه تتحرك في حدود مفتوحة وتؤثر على الآخرين وتتأثر بهم وكل الدول المحيطة في العراق هناك القوة الدولية لديها مصالح في العراق ومصالح حد هذه الدول وستؤثر عليها وأثرت عليها يعني هذه العملية السياسية عندما تتفجر بهذه الطريقة لا يمكن تركها وصولا إلى الديمقراطية أنا لا أعتقد ذلك وإذا كان هناك من تفكير فهو تفكير قاصر وتفكير سيء وتفكير غير مجدي سيؤدي بالعراق وسيؤدي بالمنطقة إلى كارثة كبيرة لأن في العراق هناك صراع قد يتفجر ويتفجر بطريقة أو بأخرى ومرشح له أن يتفجر في أي لحظة ولن يقف عند حدود العراق هذه حدود العراق المرسومة الأردن مننا وسوريا مننا والسعودية مننا والخليج مننا والتركيا لن يقف عندها هذه الفوضى ستتوزع يعني ليس مثل ما قالوا سابقاً والناس اقتنعت أن الجيش الأمريكي قادر أن يحكم احتلاله في العراق ويوقف الفوضى التي أحدثها بالاحتلال وهذا الرعب اللي أحدثه فقط على حدود العراق الآن غير شكل الآن قوة سائبة قوة وإيران لديها مصالح ولديها مطامع في مناطق أخرى وستحرك هذه القوة وحركتها وضربت مناطق معينة وستضرب مناطق معينة لذلك إذا الوضع تحت سيطرة خطر وغير لا 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 على الأقل في المدى المنظور يعني ربما ربما في هذا الوقت المنظور لكن إلى متى سيتستمر هذا لا أعرف شكراً في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو ونشكر أيضاً ضيفنا أستاذ العلاقات الدولية دكتور مطنى عبد الله والذي كان معنا من العاصمة الفرنسية باريس عبر اسكايب كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر